سهل فل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناتنا مين الماجد يارب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون دايما نصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم واهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ تعالوا النهاردة نعمل شوية قرص صيامي ما لهمش حل حلوين قوي قوي وبطريقتين وكمان هنزوقهم كده زي كأنه دمش او حاجة حلوة وهقول لكم على سيرب حلوة اوي نحطوا على القرص تفترطرية وطازة ونزيزة اوي 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 كل ده هتشوفوه معي النهاردة بس لو لسه ما اشتربتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر وتفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى لايك وشيل للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدموه واشكر كل اللي بيتابعني وبينتصف القناة مرسي جدا جدا لكم والزقكم والكومنتاتكم الحلوة اللي دايما بتخليني اكمل واجب مع لكم وصفات حلوة زيكم كده تعالوا النهاردة نشوف احلى قرص يومي ممكن تكونوا تاكلوها دايبة دوب ومن غير اتحذيك ودي اهم حاجة راعتها في الموضوع علشان خاطر الموضوع يبقى سهل من نسبة لكم وبسيط جدا جدا مكوناتنا سهلة قوي قوي تعالوا نستعرض مع بعض المكونات بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه اول حاجة او اول مكون عندنا هو المية طبعا هنستخدم كوبايتين من المية اه طبعا انا مستخدم هنا كوبايتين من المية الدفين حطيت على كل كوباية نص معلقة من الخميرة يعني الكوباية اخدت نص معلقة يعني الكوبايتين اخدوا معلقة من الخميرة وعليهم معلقة صغيرة من السكر وكمان معلقتين كوبار من السمسم السمسم يكون متحمس يا جماعة وزرة لون خفيفة يعني وطبعا السكر بيكون حسب الرغبة يعني لو حابين تحطوا مثلا نص كوباية لو حاطين تحطين عايزين تعملوها من غير السكر فتكتفوا بالتوبينج اللي من فوق براحتكم انا عن نفسي حطيت 3 معلق سكر وكده كفية جدا وبعد كده نزلت بالديق طبعا بكون نخلة كويس قوي قوي وبحط على الديق معلقة نشة كبيرة وبحط معلقة بيكنج بودر صغيرة ومقدار الديق بيكون بالنسبة لمقدار المية يعني انا مثلا حطة كباية المية بحط 4 كبايات من الديق وببدأ ان انا اعجل ما بحطش الاربع كبايات مرة واحدة بحط 3 كبايات ونص ولو حتكت النص التاني ماشي لو ما حتكتوش خلاص وبعد كده ببتدي ان انا اعجل العجينة كويس قوي 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 وعجينة القرص لازم تكون متمسكة وما فيهاش تلزيق خالص وبسيبها تختمر كده لمدة مثلا نص ساعة وساعتها بقى ببتدي ان انا قطعها زي ما انتو شايفين ممكن تعجنوها زي كده من غير لون وممكن تعجنوها بلونها ليكم الفرق ما بينهم في الاخر بعد كده هنبتدي ان احنا نقطع القرص بتاعتنا بالشكل ده اهم حاجة في الموضوع ان احنا نصيب مسافة ما بين كل القرصة والتانية علشان خاطر هي ايه هتبتدي تكبر شوية وتبدأ التخمر مننا هنبتدي نجيب اي بصامة او طبعة عندنا ان شاء الله تكون بتاعة البسكوت كده ونبتدي ان احنا نطبع عليها شكل كده ودي خطوة اختيارية ممكن على فكرة تسيبوها كده حالي خالص من غير اي شكل بس انا حبيت ان انا زوء وبعد كده بقى بتبدأوا ان انتو ترسوها في الفرن وبعد ما بترسوها في الفرن بالشكل الجميل ده بتطلع حشة وجميلة جدا جدا بتعودش في الفرن حاجة ابدا بتدهنوها بعسل الجولوكوز طبعا وبعد كده او ممكن عسل اسود او سيرب بسبوسة اللي هو مية وسكر ونغليهم وبعد كده بقى بترشوا عليها المكونات بتاعتكم الموجودة في البيت الحلوة بقى جوز الهند الزبيب الفول السوداني اي حاجة مكسرات عندكم تقدروا تزاودوها ممكن تزاودوها برضو بسكر بودرة وما فيش مشكلة خالص ممكن تكتفوا بس بان انتو تحطوا اللي هو من فوق بس السيرب او العسل الجولوكوز بس وبتبقى حلوة اوي اوي زي ما انتو شايفين تكلوها الصبح كده خفيفة ولزيزة مفهزت كتير مفهاش قلي وبسيطة جدا جدا دي كانت اول طريقة الطريقة التانية وهي طريقة اللفائف اللفائف دي بتبقى حلوة اوي اوي هو رهالكم دلوقتي هجيب بقى كبايتين من المية وحط عليهم معلقة من الخميرة ونص كباية من الزيت هنا بستخدم نص كباية من الزيت علشان هنا العجينة بتكون مفرغة وطبقات بعدها وبحط معلقة من السكر وببتلي ان انا اعجن بتلات كبايات من الدي مش بحط كتير في الوصفة دي الوصفة اللي عدت حطيت العجينة كانت تحس انها متماسكة اكتر من كده دي ممكن تكون لينة سنة ليه لان دي هتتفرد كده زي الفطاير وهتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن لفائف من الدنش بتبقى حلوة اوي اوي بصوا كل واحدة لها طرقتها وكل واحدة لها حلوتها زي ما بنقول هنا مش بنحط لون طعام خالص ابدا بنسيبه زي ما هو ده بيكون شكل العجينة لو تلاحظوا العجينة الى حد ما طرية عن العجينة العدد بتهنها دهنة زيت خفيفة اوي وببتدي ان انا ما خمرش على طول باشتغل في الحال ببتدي ان انا اجيب العجينة وقسمها رول طويل بالشكل ده وببتدي ان انا قطعها كده لقطع صغيرة كل قطعة بتكون زي اختها كده يعني تقريبا بنقطعهم بنفس الحجب ما يكونش حاجة اكبر من حاجة علشان خاطر يا جماعة هنبتدي ان احنا نفردهم طبعا بستخدم في الفرد ان الشابة تكون رفيعة عشان خاطر انا الفرد هيكون عريض يعني او انتو لو هتعملوها طبقات صغيرة او فطير صغيرة دي بترجع لراحتكم بس انا هوريكم انا بعملها زي بانجاز يعني بدل ما احنا نقعد نطول بقى ان احنا نعملها كزا مرة لا احنا هنعملها بسرعة شديدة اوي قطعتهم كلهم هبدأ باول واحدة انا قطعتها وابتدي ان انا افردها هفردها مستطيل مش هفردها داي راحاول بقدر الامكان كده ان انا افردها هجاكل مستطيل عشان مهدرش في العجينة بيكون جنب شوية زيت وغيرين وبابتدي ان انا قابل ايديا ما بين كل اه رقوة تاني وادهنه كويس جدا ليه بقى علشان خاطر انا زي ما قلت لكم محتاجة انها هتكون طبقات لو تلاحظوا الوصفة دي بيكون فيها الزيت اكتر شوية من الوصفة العادة الوصفة العادة بتكون خفيفة او احنا كل اللي استخدمنا فيها معلقتين او تلاتة من الزيت لكن دي احنا استخدمنا فيها زيت وكمان هنحط ما بين الطبقات زيت كل واحدة هنعملها كده بس طبعا لو لو جيتهم للحق هي دي بتبقى احلى بكتير لانها بتكون عبارة عن طبقات كده بتبقى حلوة قوي يعني ديل او دوتو هتلاقوا ان دي طعمها احلى من اللي عادت التانية بتكون خفيفة شوية لكن دي بصراحة بيكون في الطعم رائعة كده احنا عملناهم كده بالشكل ده طبقات ونبتدي بقى ان احنا نفردهم كلهم على بعضهم بين الشابة تكون رفيعة وطويلة بحيث ان احنا نملي بيهم شايفين الترابيزة خالص كده احنا هنعمل كمية كبيرة وفي نفس الوقت مش هيبقى بقى قدامنا اه وقت كتير وبعد كده بلفوهم رول زي السويس رول وببتدي ان انا قطعهم هتلاحزوا ان هم عاملين زي السويس رول بالزبط او اه زي السينابون بالزبط بيكون نفس اللفايف عشان كده انا اقلت لكم اسمها اللفايف ونمسك كل واحدة ونبتدي نفردها بالشكل ده ونزبطها ونكون دهنين صاج ونحط الحاجات دي او اللفايف دي جوه الصاج وطبعا بنسيبها تخمر لمدة اه ربع ساعة وبعد كده بندخلها الفرن وبعد ما بنطلعها من الفرن بنكون مجهزين يا جماعة السيروب بتاعها والسيروب بتاعها بيكون بسيط جدا كباية سكر وكباية مية بنحطهم على النار لحد ما يبتدي حجمهم يوصل للنص بالزبط كباية سكر وكباية مية مش اكتر من كده وممكن نحط عليهم عصرة لمونة او عصرة فانيليا ولو حبين بقت نكهة تبقى قوية ممكن تحطوا سنة قرفة بتبقى حلوة قوي قوي طبعا دي بعد ما بتتحط في الصاج لازم تستهبت تخمر زي ما قلت لكم ربع ساعة وبتترست جوه الفرن وفي ناس بتقليها جوه الزيت بس انا حسيت ان الزيت ده هيكون تقل شوية وبعد كده بقى بنتبدي نزقيها بالشاربور بتبقى حلوة جدا اتمنى الوصفة تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة للاعلانات على قناتي هسيب لكم اللينك والرابط ورقم التليفون في سندوق الوصف تحياتي لكم استنوني في كل يوم في وصفة جديدة وما تنسوش بقى تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل الوصفات الفهنة وشفة وشوفكم دايما يا رب على خير وراء